رزلة نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا عن الوباء والحياة اللي احنا عايشينها دي ما حدش نفع نجيب أكل من برة والأفضل لأن كل أسرة تجيب التزاماتها أو ست البيت تعمل حاجتها في البيت أفضل وسحي للأطفال وليهم وكل عام وانتم جميعا بخير دلوقتي أنا بقلب الكبات الزبادي جاي بكبات زبادي ونص كيلو لبن والضعف يبقى لو على كيلو أو كده بس احنا كأسرة صغيرة فبعملها على ثلاث كبيات مجا أو جايب الفخور بيبقى تحفى بقلب الزبادي بربه كده هوت بيبقى زي اللبن بربه جامد وبحط بعد ما رب الزبادي في الكبية دلوقه في نوش كيلو لبن في كزرونة وقلبه كله مع بعضه بس علشان ما يبقاش فيه كطع من الزبادي فبقلب في اللبن جامد وبعديها بصفيه في طبق عشان اي شوايب من اللبن انا بحب اللبن البلدي البلدي بكواز قوي بيطلع اشتا كمان كتير في الزبادي اللي عايز بردك يعمل مراعي اللمار بخيره اي لبن بتحبوه عادي ينفع يعني بس انا بحب البلدي البلدي انا يعني متعودة عليه وفي ناس بتحب بخير وافضل بعد ما بنصفيه كده يا حبيبي اه بنصفيه اه ونشيل الشوايب منه في الصفوية بعديها بنحطه في المجوات او كبيات الازاز ايا كان او الفخار اللي انا جايباه علشان بعمل فيه زبادي من او رمضان كل سنة انتو طايبين ويصدقوني مش هتندمه ابدا لو جرفته هتدعولي كمان وياريت ياريت كل ام تحافز على صحة اولاده وتعمل كل اكلها في البيت لو تقدر بدل ما تجيبه من بره يستحسن ان انت تعملي حاجتك في بيتك بايدك اه ده الفخار هنحطه فيه اللبن نص كيلو بيعمل ثلاثة كبيات ازاز متوسطين او آآ ثلاثة فخار زي دول طبعا بتضع في كمية لو الاسرة كبيرة هنصفي كده هو اللبن هنطلقه في الكبيات او المجوات زي ما حضراتكم شايفين وبعديها بقى انا آآ فيه ميا مغلية بنحطها في الصانية لازم تولع الفرن قابليها يتدفى الفرن يبقى متدفي قابليها يعني تفتح الفرن يتدفى شوية وتدفى النار اوعي تسيب النار مفتوحة على الفرن الفرن يتدفى شوية وتقفليه بعد ما عملنا الثلاثة كبيات في الصانية هنطلق الميا المغلية كباية او كبايتين ميا مغلية في الصانية في قلب الصانية تحطي ميا مغلية كباية او كبايتين ما تحطيش ما تزاوديش الميا في الصانية وكمان آآ بعد ما تحطي الميا في الصانية هتكوني مشغالة الفرن آآ قلنا تدفيه شوية ما تسيبهوش شغال آآ وتحطي آآ فوتا نضيفة على الصانية وتحطيها في الفرن وتسيبي بقى الزبادي ده لمدة اربع او خمس ساعات ست ساعات بكتير او ما تسيبوش اكتر من كده في الفرن ليه علشان ما ما يسيبش منك يعني هو يدوبك خمس ست ساعات بالكتير وبعديها آآ قدهم في التلاجة تشيريه وتحطيه في التلاجة حوالي اربع خمس ساعات برده كده هوت عشان يمسك نفسه ويبقى متمسك كده وجميد معيك دلوقتي انا دلقت المية المغلية في قلب الصانية كباية او كبايتين كمان بعد اما دلقت المية هغطيه بالفوتا هغطيه بالفوتا او اي حاجة نضيفة عندك تغطيها لشان طبعا اي حاجة ما تقعش عليها آآ وكمان يبقى كويس في الفرن غطيته بالفوتا وحطيته في الفرن قعد من آآ خمس لست ساعات بالكتير وادي بعد اما طلع من الفرن بعد الخمس ساعات طلع من الفرن زي ما انتو شايفين آآ متماسك بس ايه لسه بردك عايز يمسك نفسه في التلاجة شوية آآ حطيته في التلاجة خمس ساعات بردك وطلع وادي هو شكله بعد اما طلع من التلاجة بنصحر بيه بقى في وقت الصحور بصو جميل ازاي يا بنات بصو حلو جزاي جميل 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 واحلى من بره مئة الف مرة ياريت كله يجربوا بجد انا وانتم طيبين آآ جميعا وياريت تدعموني وباللايك والشير وسبسكرايب وشكرا ليكم وفي رعاية الله اشتركوا في القناة